السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس حساب محصلة المجال المناطيصي بين ملف وسلك يمراني بهما طيار كهربائي مستمر نجد من حالات السلك مع الملف إذا كان اتجاه الطيار الذي يمر في السلك ويصنع مجال في نفس اتجاه المجال الخاص بالملف او في عكس الاتجاه او متعامدين فهناخد الحالة الاولى عندي نصف حلقة وفي حالة نصف الحلقة يكون المجال المناطيصي للسلك يساوي صفر لان مركز الهدف في الاربع اشكال حساب المجال الكل عند المركز فنجد ان نقطة مركز الملف الدائري على امتداد شدة الطيار فعندي البي بتساوي 0 اذا عندي الـ A و A هذا يخص الـ A السلك اما عند ايجاد الملف او القيمة الكلية للملف نعوض عن الـ N بي نصف لفه هيكون عندي البي الكل بتساوي بي واحد زائد بي اتنين او بي سلك زائد بي ملف فهتكون عندي البي هتساوي البي كل اللي هو الخاص بالملف فقط وحسب قاعدة قابضة اليد اليمنى الابهام هيشير الى الطيار الطيار يكون عكس عقارب الساعة فيكون الابهام للصفحة اللي هو في خارج الصفحة طيب اذا كان عندي بهذا الشكل ايضا نجد ان البي للملف بيساوي نفس القانون يبقى البي للسلك الميو اي على اتنين باي ار وننتبه جيدا هنا الار والل لنفس الشيء الدي اللي يبعد السلك عن المركز هو نفسه نصف كتر الملف بقانون الملف هاحسب البي للملف هنا طبعا عندي اتجاه الطيار المفي او اتجاه المجال للسلك بيكون ايه حسب قاعدة قابضة اليد اليمنى ان هنا بتكون الاي الابهام للاي والاصابع هتكون ايه لداخل ايه الصفحة اما هنا القاعدة الطيار للاصابع والبي الى خارج ايه الصفحة ان القاعدة بتختلف هنا القانون للملف الميو اي اي ان على اتنين ار ولكن هتبقى ايضا للخارج اصبح عندي مجال السلك بيكون للداخل ومجال الملف يكون للخارج فبنقول المحصلة بتساوي البي ناقص البي يعني محصلة الطرح اما في الشكل الثالث بيكون عندي البي للملف ميو البي للسلك ميو اي على اتنين باي دي او اتنين باي ار فهيكون في نفس الاتجاه لا يا استاذي هنطبق الطيار طبعا اتجاه الطيار اختلف بقى لليمين فهيكون المجال لخارج ايه الصفحة هذا بالنسبة للسلك وعندي ايضا سنطبق قاعدة قبضة اليد اليمنى اتجاه الطيار بيكون الى ايه بهذا الشكل عندي نطبق القاعدة فهتكون ايضا الى ايه الخارج ننتبه جيدا ان في حالة السلك الابهام بيكون للطيار والاصابع للمجال ايه المجال اما في حالة الملف الابهام الى المجال والأيه الاصابع الى شدة ايه التيار فنجد ان محصلة المجال للسلك للخارج وللملف ايضا للخارج فتكون البي الكل بتساوي بي واحد زائد بي اتنين هنا بشكل عمودي هيبقى عندي هنطبق البي للسلك بنفس الطريقة هتكون الى الداخل والبي للملف هتكون ليه ايه استاذ ليه اليمين اصبع عندي هنا الاتجاه هيكون ايه عمودي يبقى هنا البي هتبقى مع الابهام للملف هنا البي هتبقى للمين والاصابع للخارج في اتجاه الطيار فنجد ان ايه اليمين مع للداخل يعني يصنعها زاوية زاوية تسعين فبنستخدم في المحصلة نظرية فيثة غرس يبقى البي الكل بتساوي بي اللي تربيع زائد بي ار تربيع يبقى هنا اربع حالات تخص يا استاذي المجال الايه محصلة المجال بين سلك وملف نشوف الامثلة اوجد المجال المغناطيسي عند مركز سلك على شكل نصف كتر نصف دائرة نصف الكتر اللي هو عشرة اللي هو عشرة سنتي بضربه في عشرة استاذي باثنين عشان احشان احوله للمتر والاي اللي هي شدة الطيام حنقولنا ان السلك في هذه الحالة البيل السلك بتساوي صفر اما البيل الملف هي نفسها البيل كلي فبتساوي الميو في ايه في ايه ان حيث الان تساوي نصف لفة حيث الان تساوي ايه نصف لفة فبالتالي بقوله البي بتساوي ثلاثة بين ثمانية ضرب عشرة استالب ايه خمسة المثال الاخر سلك مستقيم وطويل يحمل طيار ادي الايه الايه تم ملفه بهذا الشكل فنجد ان بنطبق قاعدة الايه الابهام لليمين بالنسبة للسلك اتجاه الطيار فنجد ان الميو ايه على 2 باي دي الدي اللي هي المسافة قلنا ان الدي هي نفسها ايه في هذه الحالة بتساوي ايه استاذي الار اللي هي نصف كتر الايه الملف ولكن اتجاه الطيار لليمين والابهام هتكون الى ايه الداخل يبقى المجال المناطيصي حسب قاعدة قبضة اليد اليمنى في السلك هيكون للداخل والملف الملف ايه الدائري بيكون الطيار مع مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة فيكون الابهام الى الخارج وكقانون الميو اي ان حيث الان هنا كامل استاذي ايه واحد لفة لان ايه بجزء من حلقة حلقة يعني ايه واحد لفة يبقى ايذن هنا ثلاثة بين تمانية ضرب عشر والسالب اربعة تبقى الاتجاه يا استاذ الايه في عكس عقارب الساعة فيكون الابهام الى خارج الايه الصفحة يبقى انا عندي المجال للسلك للداخل ومجال الايه الملف للخارج فتكون المحصلة طرح وتكون ايضا المحصلة ناحية الايه اتجاه المجال الاكبر اما اذا كان بهذا الشكل مثال في الكتاب بنحسب برضو الايه استاذ بنحسب البي للسلك وكذلك البي للايه للملف السلك هيكون للخارج والملف هيكون الى الايه ايضا الى الخارج حسب قاعدة قبضة اليد اليمنى ننتبه ان هنا هنا تانى بنكرر ان هنا استاذ هنا الايه الاي بالنسبة للسلك هنا ايه الاي وهنا مين الايه البي اما في حالة الملف هنا البي وهنا ايه الاي عشان لا يختلط بايه لا تختلط الامور يبقى اذا في هذه الحالة بيكون عند المحصلة جمع يبقى البي واحد البي بتسوي البي الواير زائد البي اللي هي البي للسلك زائد البي للملف وبتكون المحصلة نحو خارج الصفحة طبعا اذا كان سلك عمودي بهذا الشكل هنزا ما قلنا ان البي للسلك هيكون الى الداخل البي للسلك الى الايه الداخل والبي للملف هيكون لليمين فعندي هيكون الزاوية بينهم تسعين فبالتالي هنستخدم نظرية فيثة غرس البي بتساوي البي له زائد البي اللي هو البي للملف زائد البي للسلك تربيع باستخدام نظرية فيثة غرس هنعود هيطلع لها البي الكل يبقى كده احنا خدنا سلك مع ملف اذا كان في نفس الاتجاه مجال الملف في في نفس اتجاه مجال السلك بنجمع واذا كان متعكسين بنطرح واذا كان متعمدين بنستخدم نظرية في صغرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته